ليه كل ما بتفكر انت تطور نفسك وتبدأ في مجال معين تلاقي ان انت بتستمر يوم او اتنين وبعد كده ما بتكملش ليه كل يوم بتلاقي نفسك عملت لوم نفسك الناس عمالها تطور وانت واقف في مكانك ما بتعملش حاجة الاسباب دي ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديو ده وهنعرف ايه الاسباب بالزبط اللي بتأثر عليك وتخليك تبدأ حاجة معينة وما تكملش فيها وازاي تقدر تتغلب على الموضوع ده المشكلة دي لقيت فيه ناس كتيرة بتتكلم على الموضوع ده وبيتكلموا ان هما دايما بيبدأوا في خطة ويبقوا متحمسين جدا ويعملوا اهداف للخطة دي وبعد كده ما يكملش ليه اسباب معينة هنقولها في الفيديو ان شاء الله ممكن تكون انت مش واخب بالك منها او مش عارفها المهم ان شاء الله في اخر الفيديو هسيب لكم حاجة فعلا هتكون مفاجأة ليكم هتساعدكم بشكل كبير ازاي فعلا تقدروا تبدأوا في المجال اللي انتو بتحبوه وتبقى عارف هتمشي فيه بخطوات عاملة ازاي لو انت مهتم بالموضوع خليك معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم احمد البس من قناة تايم سيفينج عشان دلوقتي نعرف المشكلة نفسها نقدر نعالجها لازم نعرف الاسباب ايه هي هنتكلم على مجموعة اسباب هي اساسية وكلنا عندنا المشاكل دي او الاسباب اللي بتخلينا منكملش المجال او الخطة اللي احنا بنحطها عشان نطور نفسنا في مجال معين اول حاجة بتوجهنا ان انت ما بيكونش عندك هدف واضح انت عايز تعمل الموضوع ده ليه يعني انا عايز اتعلم انجليزي عشان اعمل بيه عشان اتمنظر على الناس ولا عشان اطوره اقدر اوصل في شغلي لمجال افضل ولا عشان اقدر اطور نفسي في البزنس اونلاين لازم يكون عندك هدف واضح انت عايز تتعلم الحاجة ليه لان كل ما الهدف ده كان قوي وفعلا هو انت عايز تحققه هتلاقي نفسك ماشي في الخطوات لتحقيق الهدف اللي انت حددته لان المشاكل والعقبات اللي هتقابلك مش هتوقفك عن تحقيق الهدف ده لا انت هتكمل وحتفضل مواصل لحد ما توصل ان شاء الله الهدفك لان انت عندك الغرض الاساسي من تحقيق الهدف ده واضح انت عارف هتعمل ايه واندك رغبة شديدة في ان انت فعلا تنجح فيه فان شاء الله هتقدر تكمل لو ما عندكش الرغبة دي هتبقى مشكلة بالنسبة لك لان انت هتسيبه للظروف هتسيبه لان انت النهاردة مضغوط في شغلك بكرة عندك خروجها مع اصحابك بعد كده هتتفرج على مسلسل بعد كده هتفرج على التلفزيون الموضوع فهتلاقي نفسك مش ماشي في اي خطوة من اللي انت عملتها حتى لو كنت متحمس في اول يوم لان كلنا دايما بيبع عندنا حماس كبير في بداية الموضوع وبعد كده بينزل الحماس ده زي ما تفكر انت هتنقص وزنك تبدأ بقى تشتري الحاجات الخاصة بالضايت وتبدأ بعد كده تروح الجيم وبعد كده عايز تشكل جسمك تشتري حاجات بروتين وكل الكلام ده بيترمي بعد اسبوعين تلاتة بتلاقي نفسك ما بتعملش حاجة صلاة الجيم بتاخد تقريبا مرة ونصة او مرتين ضع فطا قطخة لان هي عارفة ان ما فيش حد هيجي الناس هتدفع الفلوس وحيبدأ يوم التاني التالت وبعد كده يكسل فالناس فهمة كويس جدا ان دي طبيعة البشر فدي اول نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها ونروح على النقطة التانية النقطة التانية والمهمة ان انت دايما بتبقى عايز نتائج سريعة يعني انت مثلا بتفكر ان انت تطور نفسك في الانجلش مش بعد عشر ساعات مثلا تطوير في الانجلش او كورسات انت خدتها لمدة عشر ساعات هتلاقي نفسك ما شاء الله برابند في الانجلش وبتتكلم زيك زي النيتف سبيكرز الكلام ده ما بيحصلش الكلام ده بيجي مع الوقت دايما الحاجة المفيدة بتاخد وقت لحد ما تاخد النتيجة بتاعتها وبالتالي انت ممكن تكسل على ان انت تعملها لان انت عايز نتائج سريعة زي ما تبدأ في بيزنس اونلاين تجربه اسبوع اتنين تلاتة ما جابش فلوس تروح سايبه وداخل على اللي بعده واللي بعده واللي بعده وتلاقي نفسك في الاخر ما حققتش حاجة فالنقطة دي لازم تحكون حاطتها في اعتبارك وعارف كويس جدا ان انت النتائج مش هتجي لك دلوقتي لما تكون محدد الخطة هنتكلم بعليها بعدين ان شاء الله في الفيديو واحنا مكملين تكون محدد الخطة بتاعتك والاهداف بتاعتك وهتوصل للنتائج عاملة ازاي في اوقات قد ايه تقدر بعد كده ان انت فعلا تستمر لان انت عارف ان ما فيش نتائج هتحصل لك دلوقتي زي ما تيجي تعمل قناة على اليوتيوب مثلا انت مش هينفع ان انت تجيب نتائج على القناة وتحقق الدخل اللي هما الشرطين الاربع تلاف ساعة والالف مشترك وتبدأ تجيب ارباح من القناة في خلال اول ست شهور لازم تنتظر ست شهور من ست شهور لسنة لحد ما تقدر توصل فعلا لنتائج ترضيك فلازم تكون عارف ان المواضيع دي بتاخد منك وقت وبتاخد منك مجهود لو مثلا فكرت في انقص وزن وبعد كده انت راجل عملت دايت لمدة اسبوع 10 ايام لقيت ما فيش نتائج فانت ممكن توقف الموضوع الكلام دا مش صح لازم تبقى عارف ان الحاجات دي بتاخد وقت لكن مثلا لو انت يعني زروني في المثل عملت معصية مثلا انت هنقول سرقت سرقت دا انت بتاخد العائد في ساعتها او عملت اي معصية ان ما بتاخد العائد في ساعتها لكن حاجة هتضرك بعدين او مش هتفيدك خالص فهي دا الفرق ما بين الحاجة اللي هتفيدك هيبقى العائد بتاعها متأخر والحاجة اللي هتضرك هيبقى العائد بتاعها فوري دلوقتي فهي دي النقطة اللي لازم تكون واخب بالك منها وتبقى مركز ان انت فعلا مش هتاخد العائد اللي انت عايزه في البداية لما تكون فاهم ده مش هتحبط ابدا لما تلاقي نفسك ما قدرتش تتطور بشكل كبير في اول عشر تيام عشرين يوم لكن مع الوقت هتيجي النقط بتاعة المياه لما بتيجي تنزل على الصخر لو استمرت لمدة سنة هتقدر ان هي تحفر في الصخر ودي حاجة لو انت فكرت فيها هتلاقيها مش منطقية وتقريبا مستحيلة النقطة التالتة واللي برضو فيها مشكلة كبيرة الاعتماد على الحالة المزاجية لو انت مش محدد هدفك اللي انت عايز توصله بوضوح يعني انت ما عندكش رغبة كبيرة في تحقيق الهدف ده او دافع كبير فانت هتعتمد على الحالة المزاجية انا هأجل ان انا انقص وزني لحد ان شاء الله ما الدنيا تتزبط ويبقى عندي ظروف افضل في الشغل انا هأجل ان انا اطور الانجليش بتاعي لحد ما يقل الضغط بتاع الشغل بتاعي لحد ما ضغوط الحياة قل للأسف ضغوط الحياة بتزيد مش بتقل ويؤسفني اقولك ان انت لو انتظرت لحد ما الدنيا تبقى وردي والحياة تبقى كويسة انت مش هتعمل اي حاجة انا افضل نتائج حققتها فيه اوقات قد صعبة جدا بالنسبة لي لان فعلا مخك بيبقى مركز جدا في احداث اللي موجودة في حياتك اللي هو شغلك زايد ان قدرة المخة نفسها بيقدر ان هو يستوعب معلومات اكتر وقدرته بتعلى جدا لما بيكون مضغوط والكلام ده فعلا منطقي وبيحصل يعني كل ما انت تقدر تمرن تفكيرك وعقلك ان هو يستوعب حاجات كتيرة في نفس الوقت هتلاقي مع الوقت بعد كده انت عندك الامكانية دي تقدر ان انت تطور نفسك في المجال اللي انت بتحبه زايد ان انت تركز في شغلك زايد تركز في بيتك واولادك لكن لا تنتظر ابدا ان الدنيا تبقى تمام عشان تعرف تبدأ في تحقيل هدف بتاعك سدقني اليوم ده مش هيجي وحتفضل زيك زي ناس كتيرة بيفضلوا قاعدين يتفرجوا على ناس تاني عملين يحقق وهداف وعمل يقول شوف ده عمل تطبيق وده نجح في شغله وده اتطور وده اترقى وانت قاعد في مكانك ما عملتش حاجة فلازم تبقى مركز قوي في الحتة ديها كمان وعارف ان صعب جدا تكون الظروف مناسبة بالنسبالك عشان تعرف تحقيل هدف بتاعك فانت ابدأ فيه بالظروف المتاحة ومع الوقت ان شاء الله هتقدر فعلا انت تطور نفسك والظروف ان شاء الله هتتحسن للأفضل وانت لو حققته اكيد الظروف هتبقى احسن لان الهدف ده اكيد له سبب معين هيطور في حياتك هيطور في مجال شغلك هيعلمك حاجة جديدة فعلا تقدر تعيش بيها بعد كده ويبهو البزنس بتاعك فطبعا حط في بالك ان الموضوع ده هيحصل بعد ما تحقق الهدف فاستحمل الظروف الحالية وكمل وان شاء الله بإذن الله ربنا هيوفان الحجر قم 4 والمهمة جدا ان انت لما بتيجي تحدد الهدف بتاعك ما تبقاش عندك تقول ايه انا عايز ايه انا عايز ايه ايه انا عايز ايوتيوبر ناجح يعني ايه يعني عندك كم مشترك يعني انت عندك متابعين قد ايه الفيوز بتاعتك قد ايه هتحقق ربح قد ايه اتعلمنا في المانجمنت ان الهدف بتاعك لازم يكون smart S M A R T S معناها ان هو specific يعني محدد الهدف بتاعك ده محدد انت عارف بالزبط الهدف ده قبر عن ايه M معناها miserable يعني قابل للقياس يعني انت وصلت للموضوع ده بنسبة قد ايه بعد شهر بعد اتنين انت وصلت لنسبة قد ايه من تحقيق الهدف ده مش انا عايز اكون غني يعني ايه عايز اكون غني يعني عايز يكون معك فلوس قد ايه يعني عايز يكون عندك شركة ولا عايز يكون عندك business online ولا عايز ايه بالزبط يعني توصل لايه بالزبط ايه يعني achievable achievable يعني قادر قابل للتحقيق مش انا والله السنة الجاية ان شاء الله عايز اطير للامر واركب ابقى راجل رائد فضاء او عايز ابقى طيار وانت ما عندكش ايه خلفية عن المجال لازم يبقى الهدف يعني تقدر ان انت تتحققه عشان فعلا ينفع ان انت تمشي في خطوات واضحة بالنسبة لك وتقدر توصل للهدف بتاعك realistic realistic يعني الهدف ده منطقي يعني ينفع ان هو يتحقق زي ما قلنا ولازم تبقى عارف انه ينفع ان هو يتحقق مش حاجة في الخيال حلم ممكن ما ينفعش ابدا انت تعمله او مش متواجد فيه ناس بتعمل كده لكن بيبقى عارف بالزبط الخطوات ايه وحيمشي في الموضوع ازاي التي طبعا اللي هي اخر حاجة اسمها time bond يعني مربوط بوقت يعني انا هحقق الهدف ده في خلال 6 شهور في خلال سنة في خلال 8 شهور لازم يكون في خطة واضحة بالنسبة لك لو حققت الحاجات دي في الخطة بتاعتك وانت بادئ هتبقى عارف ان شاء الله بإذن الله ان انت تحقق الهدف وتقدر توصل ليه لو في حاجة منهم مش موجودة للأسف مش هينفع ان انت توصل للهدف بتاعك فلازم تكون حاطت في اعتبارك الكلام ده ان شاء الله هسيب لكو شيط كده محطوط فيه الحاجات دي وفي اول تعليق هحط لكو برضو الحاجات دي بحيث ان انت تعرف تحدد الحاجات دي ونتناقش فيها في التعليقات مع بعض حاجة رقم 5 ان انت بتشعر بالإحباط لما انت تفكر مثلا في فكرة انه هعمل أبليكيشن طيب الناس اللي عملت أبليكيشن وعدت ووسطت لأرقام كبيرة طب انا معقولة هاوصل للناس دي الناس دي بدأت زيها زيك الناس دي ما كانش عندها علم وما كانش عندها معرفة لكن حق يعني حدد الهدف بتاعه ومشي فيه لحد ما حققه انت تقدر تعمل ده وما فيش اي مشكلة لكن لو ركست وفكرت ان انت فعلا تقدر تعمله وان انت عندك الرغبة ان انت تعمله هتقدر توصل للهدف ده لكن لما تبص للناس اللي بقى لها عشر سنين وانت لسه بدأ النهاردة وتقارن نفسك بيهم انت كده هتحبط نفسك ومش هتقدر توصل لنتيجة وفي الاخر ان فيه فرق ما بين ظروفك وظروف غيرك وان ظروف غيرك ده هو سبقك بكتير في الموضوع ده لكن انت لو عايز تحصله تقدر بخطة صح وتقدر تشوف انت محتاج تتعلم ايه عشان تعرف تحقق ده وحتقدر توصل ان شاء الله مع الوقت لكن تحط وقت يكون منطقي يعني مش والله انا في خلال شهرين انا هعمل تطبيق وهنجح بالتطبيق وهوصل الناس اللي عمل التطبيقات ونجحت بيها وصلت للملايين قعدوا بالسنتين والتلاتة يحاولوا وبيخسروا وبيدفعوا من جيبهم لحد ما بدأوا ان هم فعلا يحققوا ارباح وينجحوا بالتطبيقات بتاعتهم فالناس دي لو كانت من اول عقبة وجهتهم وقفوا ما كملوش ما كناش سمعنا على التطبيقات دي ولا كناش افناها فلازم انت برضو يكون عندك نفس التفكير ويكون عندك نفس الاصرار وما تقارنش نفسك بغيرك خليك في نفسك تقدر ان انت تشوف غيرك لتتعلم عشان تتعلم من التجارب بتاعتهم لكن ما تقولش هو بيعمل ايه وانا بعمل ايه معقول انا حوصله لا هتقدر توصله ان شاء الله لكن لو عندك الرغبة فعلا هتقدر توصل لنفس اللي هو عمله ويمكن افضل كمان باذن الله حاجة رقم 6 ودي اكتر حاجة بتحبط الناس برضو كنا تكلمنا عليها في الاول هي ان ان انت منتظر النتيجة السريعة طبعا ما ينفعش تنتظر النتيجة السريعة لان انت بيكون عندك هدف معين هتحققه فما تنتظرش النتيج بمجرد ما تبدأ في عمل الخطة او بمجرد اول يومين 3 من تنفيذ الخطة لازم تكون عارف ان النتيجة هتيجي بعد وقت ولازم تكمل في الهدف بتاعك عشان تقدر توصل للنتيجة بإذن الله الحاجة برضو المهمة ان انت ممكن تجزق الاحداف بتاعتك على اجزاء بسيطة في خلال الشهر ولو مشيت فيها والتزمت بها هتقدر فعلا ان انت توصل للهدف بتاعك لو انت مثلا ممكن تعمل الموضوع ده في خلال شهرين لكن انت جزعت لمدة 6 شهور او مدة سنة والتزمت بيه برضو هتقدر تحققه فانت كده ما اصرتش على حياتك وعلى شغلك لكن فعلا قدرت توصل للهدف بتاعك لان كده كده السنة هتعدي عليك فليه السنة تعدي وانت بعيد خالص عن الهدف بتاعك خليك اقرب لان انت تحققه حتى لو وصلت الـ 50% من تحقيقه فانت كده انجزت ده better than never يعني افضل من ما فيش خلص فاتمنى فعلا الناس تكون استفادت من الفيديو والمفاجأ ان شاء الله ان انا باذن الله في التعليقات هاختار 10 من الناس اللي هتحط تعليقات وهتحط هي عايزة تنفذ ايه هتعاون معهم وعلمهم ان شاء الله يعملوا الخطة بتاعتهم ازاي ونتناقش مع بعض في جروب هنحطه على الفيسبوك لعمل مشاريع خاصة بالناس ونبدأ نشوف تساؤلات الناس ايه ونقدر ان شاء الله باذن الله نساعدهم في ان هم يقدروا يوصلوا للي هم عايزينه اتمنى يكونوا استفادتم من الفيديو شكرا لانتبعتكم الفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع time saving والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته